عايزين نبدأ على طول بفكرة الدروس الخصوصية قبل حتى ما نخش فيه التغيير اللي حصل فيه منظومة التعليم هذا المفهوم، مفهوم الدروس الخصوصية بمفهومه الصحيح إنه فيه هناك مساعدة للطالب بالإضافة إلى المدرسة رأي حضرتك في هذا المفهوم إيه؟ وهل إحنا في احتياج إليه ولا لا؟ شوف حضرتك، هي الدروس الخصوصية في حد ذاتها قد تكون ضرورة في بعض الأحيان زي أنت لما بتروح مستشفى تتعالج وتلاقيش العلاج اللي أنت يعني عايزه تقوم بتنجأ لطبيع خاص يعني في نقطة ضعف معينة علشان يبقى وقت التعرض للعملية التعليمية أكبر يعني في الفصل زائد درس خصوصي في نقطة ضعف معينة دون إكبار ودون أي شيء في العملية دي، شو بتتعبار على الأطلاق؟ ده المفهوم اللي هو المفروض يبقى الصحيح بتعرضي ده الصحيح وعا وهنا بنقول بقى أن الدروس الخصوصية تحولت من عملية معالجة نقص معينة عند طالب في حتة معينة إلى ظاهرة أن الطالب يأخذ دروس في كل حاجة ويأخذ دروس في كل حاجة يعني أنا بقتل اعتماده على النفس طيب حيكي دكتور مع ولا ضد فكرة الدروس الخصوصية؟ والله أنا يعني في العموم ضد ظاهرة الدروس الخصوصية ليه يا فاني؟ ليه لأن دائرة الدروس الخصوصية بتحول الطالب من إنسان يعتمد على نفسه ويقدر هو اللي يبحث عن مصادر المعرفة وينمي تفكيره وينمي مهاراته على إنه بيعتمد على المعلم يجي يلقل والدرس الخصوصي عندنا في الفترة الأخيرة انتشر بشكل غير عادي وأصبح مهمته طلقين الطالب عشان اجتياز امتحان هو بقى شيء أساسي يعني زيته الله بسنوية عامة مثلا ما أنا أقول لحضرتك إحنا ما بنعلمش عشان اجتياز التعانات إحنا بنعلم علشان نطلع إنسان يقدر يعتمد على نفسه يقدر يعيش العصر اللي احنا عايشين فيه المليء بالتحديات ويكون عنده فكر ويقدر يبحث عن المعلومة بنفسه وبكون شخصية إنما الدرس الخصوصي بيحول الطالب إلى نسخة من المعلم وياريت نسخة من المعلم لكن بيحولوا إلى آلية لاجتياز نوعية معينة من امتحانات ومن الأقسية عشان دكتور أي حد بيسمعنا دلوقت سيقول طب أنا ابني محتاج مساعدة خاصة محتاج مثلا تركيزه أقل من حد تاني بيحتاج إن حد يساعده اكسترا أو زيادة عن الطالب الموجود في المدرسة ما يبقى الحل إن إحنا نلجأ إلى مصادر المعرفة اللي عملتها وزارة التربية التعليم عملت منصات تعليمية وعملت برامج تعليمية واختبال حضرتك والإنترنت مليان مواقع من كل واحد يقشه يتعلم منه اللي عايز أقوله إيه دروسه خصية بتفقد بتفقد الطالب لاعتماد على النفس يعني يبقى عايز كل حاجة المعلم يدهاله نظام التعليمي الجديد اللي عملوا معاني الأستاذ الدكتور شوئي طالق شوئي يعني عايز أقول إيه ما ينفعش فيه دروس خصية اشتركوا في القناة